اشتركوا في القناة من خلال فرق العمل المحكمة التنظيم من ضمن المتطلبات الأساسية والضمانات لتنفيذ الأعمال بشكل فعال أكثر من ذي قبل وعلى هذا الأساس واجب تطوير الاهتمام بمفهوم تطوير فرق العمل وبخطوات ومراحل تطوير هذه الفرق وهنا سنتصرق إلى نموذج لا زال معتمدا ومعمول به حاليا رغم أن اكتشافه تم من ستنات القرن السابق وبالضبط سنة 1965 من قبل بروس توكمان عالم نفس وموارد بشرية فقد أدرك توكمان أن الفرق لا تتقي بشكل تلقائي أو فوري بل تتطور من خلال مراحل محددة تنتقل المجموعة من مرحلة يكونون غرباء عن بعضهم تجمعهم طموحات فرضية وينتهي الأمر بهم ضمن مجموعة ديناميكية من المتعاونين يركزون بنفس التفكير في أول الأمر كان نموذج توكمان لشطوير الفرق يتكون من أربع خطوات تشكيل العصف ووضع المعايير تنفيذ وبعد مرور 12 سنة وبالتعاون مع عالمة أخرى تسمى ماري أنجينسون قاموا بتوسيع النظرية لتشمل مرحلة خامسة وهي الإناء حيث تم الأخذ الاعتبار حل الفريق بمجرد وصوله إلى أهدافه قد يبدو أن موضوع تطوير الفرق مهمة سهلة لكن في الحقيقة هي ليست كذلك لأننا نميل عادة إلى اعتقاد بأن الأعضاء سينساجمون معا مع مرور الوقت وأنه لن يكون هناك صراع وقد نتفق أن شيئا من الصراع قد يكون مفيدا للفرق يساعد على الوصول إلى مستوى أفضل لكن هذا إذا ما كان الصراع من النوع الصحي وليس الظهر ولا أحد يضمن أن يكون دائما كذلك وعلى هذا الأساس من المطلوب الإحاطة بكل العوامل المؤثرة في عمل الفريق قبل أن يتم تطويره فقط للإشارة هنا يجب أن نعلم أن خلال شرحينا في هذا الفيديو سيكون الافتراض أن أعضاء الفريق يعملون لأول مرة سنويا أو على الأقل أغلبهم المراحل الخمسة لتطوير الفرق حسب توكمان كلها ضرورية وحتمية لكي ينمو أي فريق يخطط للعمل ويواجه التحديات ويجد الحلول ويحقق النتائج والمراحل الخمسة هي التشكيل العصف والمعايير التنفيذ والإنهاء كما قلنا سابقا هنا من خلال الرسم البياني يتم التعبير عن كل مرحلة حسب فعالية الفريق الممثلة في المحور العمودي وتأثير الأداء على المحور الأفقي وشكل المحنة هنا يعبر عن الحالة الطبيعية التي يتم تكوين الفرق عبرها تنطلق مع بداية تطبعها الإثارة والتأهب والاستعداد وتكون الفعالية متصاعدة تتبعها حالة قل فيها الفعالية تميز بالتوتر وتجادب الأراء للوصول إلى التنصيق المطلوب وما إن يتم التوافق تتشكل المعايير التي يتم الاتفاق عليها لضبط الأعمال والوقوف على الحلول إذا ما حدأت أي اختلاف في الرأي وربما خلاف وبعد هذه المرحلة تتميز الفعالية مرة ثانية بالتزايد هذا التزايد بالطبع حسب كفاءة ومهارات كل فريق حتى الوصول إلى مرحلة تنفيذ أهم مرحلة التي تشكل الفريق من أجلها وفي الأخير بعد الانتهاء من المهمة يعود كل عضو إلى جهة عمله لكن بعد أن يتم تحليل النتائج وقياس مع ذات حقيق التطلعات واستخلاص دروس المستفادة من إنشاء المهمة هذا بشكل مختصر مراحل تطور الفريق لكننا سنتوسع ونفصل كل مرحلة لأن هناك معلومات معلومات مهمة يتطلب تصليق الضوء عليها وبشكل عام فتطوير الفريق حسب هذا النموذج يتم بطريقة سلسة وطبيعية حيث تعتمد كل مرحلة على المرحلة التي سبقتها كما سنوضح من خلال شرح كل مرحلة المرحلة الأولى التشكيل فورمين في هذه المرحلة يتجمع أعضاء الفريق معا للمرة الأولى ليتحدثوا عن سبب تواجدهم معا وما الذي يفعلونها وما هي غايتهم ويتم تحديد الأهداف يجب أن توفر نقطة التركيز وتكون قابلة للتحقيق أهداف من نوع سمارت بالمعايير التي حددناها في فيديو سابق وسنترك رابطه في الوصف عادة تتخلى المرحلة التشكيل الفريق الإطارة والترقب ويكون أعضاء المجموعة في حالة أهوب قصوى حيث يرغب كل منهم في بدل قصارى جهده وفي الوقت نفسه يعمل كل منهم على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الآخرين هذه طبيعة بشرية وإجراء معتد دائما في هذه المرحلة يكون تفاعل المجموعة يميل إلى التصرف الفرضي وبشكل يطبعه الاحترام والحرص مما بين الأعضاء نظرا لأن كل عضو جديد في الفريق يرى دوره من منظور الأذاء الفرضي فالمجموعة لم تنجز شيئا خلال هذه المرحلة وهنا دائما في هذه المرحلة الأولية يكون الوقت مناسب لقائد المجموعة أو المدير لفتح المناقشات حول مهمة الفريق وقد يشير إلى بعض القواعد الأساسية بالطبع يجب أن يكون لقائد الفريق فهم واضح إلى حد ما إلى نقاط القوة لكل عضو من أعضاء الفريق وله رؤية مسبقة لكيفية ضمان تماسك الفريق بناء على معطيات سابقة تمت عند تكوين الفريق والتي يجب أن تكون قد اعتمدت ممارسة من الممارسات المتميزة وقد تطرقنا في فيديو سابق لمعايير ساكوين الفريق ولا بأس أن نعيد البعض منها بعشالة قلنا حتى نضمن الفريق فهل إنجاز أي مهمة محددة يجب مراعاة بعض المعايير وهذه المعايير قد نجدها في سلوب ماجيك وكلمة ماجيك هي عبارة عن أكرونيم من خمس حروف كل حرف منها يرمز إلى معيار محدد أولها M formation يعني أن تكون المهمة التي يتكون من أجلها الفريق محددة ويشترك فيها جميع عضاء الفريق لكل منهم دور ويؤمنون بها ثانيا A for acceptance قبول وهنا يجب أن يكون قد تم تحقيق مبدأ الطواعية لعضوية الفريق وقبول الأعمال المسندة من كل عضو وإلا فلن تكون الفعالية في الأداء ثالثا G for general rules القواعد العامة أن يكون اتفاق على الخضوع والالتزام للقواعد الحاكمة لإدارة الفريق رابعا أن يحقق التكامل بمعنى أن يتنوع أعضاء الفريق من حيث المهارات الإبداعية والقيادية والخبرات التحليلية إلى آخره بما يوفر التكامل وليس الاستنساخ وأخيرا C for commitment التعاهد أن يلتزم كل عضو بمبدأ ديمقراثية الفريق وأن يلتزم برأي الجماعة وليس ذلك فقط بل عليه أن لا يتبنى كذلك الفكرة المنتشرة وافق أو نافق أو فارق أن يتحلى بالموضوعية في اتخاذ قراراته ويضمن المساهمة الفعالة والمسؤولة في صناعة قرار الفريق مع المجموعة هناك أسلوب ثاني وهو أسلوب روبين بينكسا أو ما يعرف بتيمورك وهذا الأسلوب ذهب إلى معايير أكثر عمقا لتكوين الفريق أتم بالجانب الأخلاقي والسلوكي أكثر وهو مثل magic acronym كذلك يتكون من ثمانية حروف كل حرف يحدد معيار من محددات تكوين فريق العمل أولها T for Total Commitment وهنا يكون المطلوب من الأعضاء الالتزام الكامل بالأهداف التي تكون من أجلها الفريق وبعد ذلك حرف A Empathy and Awareness أن يكون التعاطف والتوعية بين جميع العناصر ثم حرف A Adversity Management إدارة الشدائد أن يكون لكل عضو من الفريق عزم وطواعية لمواجهة المعويقات بكل حزم وعقلانيا وبشكل جماعي ثم M for Mutual Respect وهذا من الطبيعي يجب أن يكون الاحترام متبادل بين جميع العضاء نقطة أخرى مهمة وهي W والمقصود بها WeThinking أن يكون التفكير جماعي ومشترك بحيث تخرج جميع القرارات عن تصويت وقناع النقطة التالية وهي كذلك مهمة مهمة جدا وغالبا ما تحصل خلافات بشأنها وهي O Ownership of the Project حيث يجب احترام ملكية المشروع والحفاظ على سرية المعلومات وتسليم جميع الوطائق المتعلقة بمجرد انتهاء فترة تكوين الفريق المتفق عليه ثم هناك R Renquishment of Vigo بمعنى التخلي عن الأنهى والعمل بروح الفريق فالنتائج تكون باسم الفريق وليس باسم عضو بعد ذلك يأتي حرف A Keynesic Leadership وهذا الشيء مطلوب أن يتميز الفريق بالقيادة النشيطة والتي تتميز بالحركية قد تعمدنا اختيار هذين الأسلوبين لأننا نجد أنهما يتكاملان بما بينهما للوصول إلى أعلى النتائج ونقترح المزج بين الأسلوبين للحصول على نتيجة أفضل لنصل إلى عبارة Magic Teamwork أو من استخلاص عبارة جديدة من معايير كل منهما هذا كان بالنسبة لتكوين الفريق أسلوبين متميزين ومن المهم أن يفهم قائد الفريق نقاط القوى لكل عضو من أعضاء الفريق وكيف يكون تكامل وتماسك الفريق وغالبا في مرحلة التشكيل هنا يكون أعضاء الفريق مهذبين للغاية مع بعضهم البعض ويحاول ينكتشاف الأمور والمطلوب هنا إن كان الفريق سيعمل مثلا على مشروع معين أن يكون قد استلم قائد الفريق نسخة مبدئية عن ميثاق المشروع الذي يحدد الغايات والصلاحيات والوسائل والمساءلة أيضا ويجب أن يتم شرح هذا المطاق للفريق والعمل سويا على بناء جدول المشروع حسب الإطار الزمني المعين لإكماله فمن المهم جدا الاتفاق على هذا الجدول الزمني وتحديده من البداية المرحلة الثانية العصف وهناك من يسميها الصراع أو التصارع وصاحب نظرية هنا يسميها ستورمين هذه المرحلة هي من أهم المراحل التي يجب أن يججزها الفريق بحذر وعناية حيث يبدأ أعضاء الفريق في إظهار أنماطهم الخاصة فهم لم يعودوا قلقين من أن يكونوا مهذبين كما كان في المرحلة السابقة فعلى الرغم من تحديد الأهداف يظل أعضاء الفريق المختلفون يسيرون في اتجاهات مختلفة وقد يتطور الوضع لحالة فوضى لكن يجب أن يكون هناك وعي جماعي مسبق بمعضلات هذه المرحلة خاصة بالنسبة لقاء الفريق ويكون العمل على تنسيق الجهود على حل المشكلات من خلال تسخير التفكير الخلاق ويتم تبني التواصل الفعال بشكل واضح وصريح وسريع الاستجابة فكل عضو يجب أن يهتم بالتركيز على ما يقوله الآخرون ويصنع رأيه بناء على أفكار وأراء الآخرين لتفادي حدوث أي توتر غير ضروري في هذه المرحلة يجب أن يكون الإيمان المسبق بأن الاختلاف أمر طبيعي وما هو إلا مرحلة حارجة انتقالية ضرورية في تطور أي فريق وأن تكون القناعة بأن الفريق أساسا عندما تم تشكيله أو تكوينه تم بناء على التكامل والتناسق والاحترام المتبادل والالتزام أحيانا عندما تتحول المناقشات إلى نقاشات قد تكون الحاجة إلى الاتفاق تحت إشراف قائد الفريق بالطبع إلى تقسيم الأهداف إذا كانت كبيرة نقسمها إلى أهداف صغيرة يمكن التحكم بها وتوزع الأدوار بشكل أكبر وأوضح ثم بعد ذلك لاحقا يقوم قائد الفريق بالعمل مع الفريق لأعدى التعريف الأدوار ويقوم بمساعدة الأعضاء عند الحاجة بتوجيههم لتحسين مهاراتهم المتعلقة بالمهم هذا كله من أجل ضمان المرور إلى المرحلة الثالثة مع حقيبة آمال لا تحمل أي سراع أو ضغينة أو سوء تفاهم بين الأعضاء المرحلة الثالثة نورمين يعني وضع المعايير قد تسمى أيضا النمدجة أو الانسجام أو التوافق وهنا يكون أعضاء الفريق يصيرون في اتجاه مثماتل وقد تشكلها نوع من التوافق بينهم وهناك رؤية واضحة للمخرجات والنتائج المطلوبة وهنا القصد ليس هو وضع معايير لسير المشروع والتي يجب كما قلنا أنها تحددت في مرحلة تكون الفريق وضمنت في مثاق المشروع فقط للإشارة فقد تكلمنا على مثاق المشروع وحتى أوضحنا نموذج له في فيديو سابق وسنترك رابطه في الوصف لمن يريد إطلاع إذن المعايير المطلوبة هنا هي غير رسمية لكنها تتعلق بالسلوكيات التي توجه أعضاء الفريق وغالبا لا تستدعي إلى شيء مكتوب وفي أشد الأحوال تكون عبارة عن تعليمات من قبل القائد توزع على جميع الأعضاء لضمان الحقوق والمسؤولية ويمكن أن نعرف أن الفريق قد دخل في مرحلة وضع المعايير متى أصبحت السراعات بسيطة ويقل إكرارها ويجد أعضاء الفريق طرقا للعمل معا على الرغم من الاختلافات في الرأي يبدأ كل شخص بالتعرف على كيفية مساهمة زملائه من أعضاء الفريق في المجموعة ويتم إنشاء أنماط العمل وتحديد علامات الأداء المقبولة والمعايير السلوكية غير الرسمية المتفق عليها أحيانا إذا كان الاختلاف كبيرا بين الأعضاء ودعت الضرورة إلى التخلي أو استبدال عضو أو أكثر قد يظهر بعض الترنع ذهابا وأيابا بين مرحلة العصف السابقة ومرحلة وضع المعايير هذه لكن في النهاية تنتهي مرحلة العصف ويستوعب أعضاء الفريق في تداخل أداء الفرضي وأداء المجموعة القائد الفعال هنا يكون تركيزه الأساسي على تشجيع الاستقرار يراقب وينتظر ولا يشدخل إلا عند الضرورة لأن المجموعة هي بحاجة إلى العمل على خلق الديناميكية العضوية بنفسها لا تمشي الأمور أبدا في فرق العمل من خلال ضبط الأعمال بالقرارات الصارمة بعد القائد أن يشجع أعضاء الفريق ويقوم بتقييم الوضع لتحديد ما إذا كان هناك مجال لتحسين العملية وتوجيهها ولكن يترك المجال لبناء التفاهم المطلوب بين الأعضاء بشكل تلقائي وطبيعي المرحلة الرابعة البرفورمين التنفيذ أو الأذاء هنا في هذه المرحلة يعمل الأفراد جميعهم بصورة متناغمة ويسيرون في الاتجاه الصحيح ويتحركون معا في وحدة متناسقة يعملون سويا معا بشكل فعال وقد تم حل جميع المشكلات وبدأت الإنجازات في الضغر وفي هذه المرحلة يتم إنجاز أكبر قدر من مهام الفريق وحتى أن الفريق قد يتمكن من معالجة والتعامل مع أي مهام جديدة بسهولة وثقة سيكوننا مرتاحين ويسعون لاستخدام الوسائل الإبداعية ومن الضروري في هذه المرحلة أن يكون تقييم التقدم المحقق باستمرار والتأكد من عدم وجود أي انحرافات على المستهدفات المعتمدة للمهمة وتحقيق أعلى مؤشرات الانتياجية القائد هنا قد يضغط من أجل إنتاجه أكبر لكن يجب أن يحرص على مكافأة الفريق ومخاطبة المشاعر من خلال إظهار الثقة في قدراتهم وتقديم الدعم لأساليبهم وأفكارهم والاحتفاء بنجاحهم المرحلة الخامسة الإنهاء أجورنين هنا نكون قد وصلنا إلى مرحلة النهائي من انطلاق عرفت عدد كبير من القرارات التي كانت من الواجب اتخاذها وكذلك الحاجة إلى وقت طويل لصناعتها لكن من مرحلة إلى أخرى أصبح عدد القرارات ووقت صناعتها يقل شيئا فتيئا حتى لآخر قرار بإنهاء مهمة الفريق التي تشكل من أجلها يطلق البعض على هذه المرحلة بوصف شاعري الحداد والحزن وفي كثير من الأحيان تثير مرحلة الإنهاء مشاعر حلوة ومرى في نفس الوقت حيث يقوم أعضاء الفريق بإنهاء مهام المجموعة ويكون تركيزهم على تحديد تفاصيل النتائج المحققة وإنهاء أي وطائق مطلوبة وتلبية متطلبات إعداد تقارير ومنهم من يكون قد بدأ في البحث عن مهام قادمة ومنهم من حدد مهمته التالية وتفكيره منشغل بها ويحاول مواءمة الطاقة والحماس مع المطلوب منه لإنهاء المهام في متناول اليد وما قد يطلب منه في المهمة التالية مهم في هذه المرحلة أن توثق جميع الإجراءات والعمليات التي أصلت ويطلب من الفريق إعداد تقرير الدروس المستفادة بالتفصيل مع تحديد السلبيات والإيجابيات والمعاوقات التي واجهتهم وكيف تم تجاوزها وكذلك أي توصيات ومقترحات الاهتمام بها عند أي مهمة مماتلة مستقبلا ويترك للفريق المجال الشاسع لتدوين أي معلومة يريد أن يكتبها مهم جدا أيضا الاعتراف بإنجازات الفريق ومساعدة أعضاء الفريق في الانتقال إلى وجهتهم إلى هذه المرحلة مع توصية واعتراف بكفاءات ومهارات كل منهم والطبع بعد الانتهاء من جميع المتطلبات وفي الختام نقول أنه غالبا ما يمر فريق العمل بهذه المراحل الخمس على حسب ترتيب نموذج بروس توركمان ونادرا ما يتوقف الفريق في مرحلة معينة أو تراجع إلى مرحلة سابقة الاستثناءات تكون عندما يكون أعضاء فريق العمل قد عاملوا معا في الماضي القريب هنا يتم تجاوز مرحلة أو أكثر من هذه المراحل أو المرور بها سريعا وعلى كل حال المدة الزمنية لكل من هذه المراحل تعتمد على ديناميكية أو دينامية المجموعة وحجمها وطريقة قيادتها العمل بهذا النموذج يساعد في تحقيق أداء الفريق ويساعد على حصد أفضل النتائج لأن الفريق يكون على إدراك بوجهاته والتحديات التي تنتظره فعندما يكون الفريق في مرحلة التكوين يجب التركيز على الأهداف وتحديد الشيء الذي يجب أن يسعى الأعضاء لتحقيقه كفريق والاتفاق على ذلك ثم في الخطوة التالية تفادي مرحلة السراع ولا بأس في ظهور سراعات حميدة أو سراعات صحية إيجابية لكن يجب أن يخلق التفاهم الذي يساهم في تحديد استراتيجيات تحقيق الأهداف المحددة وبعد ذلك تأتي مرحلة التنفيذ وتحقيق النتائج أو ما يمكن تسميتها بمرحلة الأداء أو الإنجاز فكل يقوم بالدور والمهمة المحددة له حتى يتم الوصول إلى مرحلة نهاية المهمة أو اكتمال تحقيق الأهداف وفي الأخير الاحتفاء والتكريم إذا نجحت مهمة الفريق أو العقاب إذا فشلت مهمة الفريق إلى هنا نكون قد انتهينا من موضوعنا وركزنا بتكرار على بعض المعلومات وإن شاء الله نلقاكم في فيديو قادم إن شاء الله دائما في مساق المهارات الإدارية الأساسية وإن شاء الله سيكون مخصصا لموضوع آخر جميل ومهم وهو كيفية اتخاذ القرارات ومن هنا إلى هناك نستودعكم الله ودمتم بخير وسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة